اشتركوا في القناة احتمال وبعد اعلان مية حلمي كتير من الجمهور ربط بين التصريح ده وارجعها لطريقها الفنان محمد رشاد بس اللي حصل النهاردة كان مختلف وده لما نشر الاعلامي تامر شلتوت صورة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واللي ظهرت معاه في الصورة الاعلامية مية حلمي واصارت الصورة دي حيرة كبيرة وكانت الصورة داخل متن الطائرة واكتفى بتعليق رمزي ووضع اموشا قلبه ووردة وعلى مدار الايام اللي فاتت نشرت مية حلمي من خلال خاصية القصص المصورة على حسابه على تطبيق انستجرام نشرت شوية صور بتتكلم فيها عن ارتباطها العاطفي واقتراب موعد جوازها وكتبت يا رب اشوف كل الناس فرحانة قدي وارفقت اموشا لعروسين يدى وسطهما قلبه باللون الاحمر وقبل كده نشرت مقطع فيديو من اخر لقاء لها مع الاعلامية صارت دندراوي في برنامج ترندن وكشفت خلاله عن علاقتها العاطفية وردت على سؤال وجه لها باحتمال وعلقت على المقطع بقى اكيد وحرصت مي حلمي على عدم كشف هوية الشخص الذي تستعد للزواج منه مش عاوز ازعالكم مني عشان مش هقدر ارد على اي اسئلة بقصوص اللي جاي او هو مين وازاي وفين المفاجأة التانية بقى كشفها مقربين من الاعلامية مي حلمي واللي قال في تصرحات قبل كده ان مي ارتبطت فعلا بحد من الوسط الفني وبيشتغل في المجال الاعلامي وده اللي خلى ناس كتير تربط بين التصرحات دي وبين الاعلام الشاب بتامر شالتوت اما بقى المفاجأة التانية فكانت صورة نشرتها مي حلمي من اخر زيارة لها لدبي واللي كان فيها تامر شالتوت في نفس الوقت في دبي وقال الجمهور انهم كانوا مع بعض فعلا